اشتركوا في القناة والدورة العلمية الأولى لعلوم اللغة العربية في رحاب البيت الحرام وهو ختام هذه الدورة المباركة نتحدث اليوم في موضوع متم للموضوع العام الذي نتكلم فيه وهو موضوع الفصاحة التي جعلها البلاغيون مقدمة للبلاغة لكونها جزءا منها وركنا لا تتم البلاغة بدونه ونتحدث تحت عنوان السجع في الحديث النبوي السجع في الحديث النبوي السجع هو اتفاق نهايات الجمل في النثر في الحرف الأخير كقول الحريري هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر بعضه وقد أدى سوء استخدام السجع والإفراط في تناوله في بعض العصور وعند بعض المتكلمين والكتاب إلى أن يكون أحد مظاهر التكلف المنبوذ في الكلام وقد ناقش كثير من العلماء والباحثين في القديم والحديث مسألة السجع في الحديث النبوي وينبغي الإشارة ابتداء إلى أن السجع نوعان ممدوح ومذموم والممدوح المعدود في جملة المحسنات البديعة اللفظية هو ما أتى عفض من غير قصد إليه أو تكلفا للأوزان وخاليا من الغريب وسالما من كونه حشوى لا فائدة فيه وعلى هذه الصفة كان سجع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نصنفه في المذموم أولا السجع هو اتفاق نهايات الجمل في النثر في الحرف الأخير والسجع درجات منه ما يأتي السجع في اللفظ أو في الحرف والوزن ومنه ما يأتي في أجزاء الجملة كاملة فتكون كل كلمة من الجملة الأولى موافقة للكلمة المقابلة لها من الجملة الثانية من جهة الوزن مثل المثال الذي ذكر هنا وهو قول الحريري هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه فيطبع هي على وزن يقرع والأسجاع على وزن الأسماع وجواهر على وزن زواجر ووعظه على وزن لفظه والمقصود للوزن والحرف الأخير وهناك ما هو دون ذلك فلو قال الحريري ويقرع الآذان مثلا لاختلفت هنا كلمة وهي الآذان وما يقابلها هناك الأسجاع فاختلف الوزن واختلف الحرف الأخير فكله داخل في السجع لأنه ينظر في السجع إلى الحرف الأخير في الجملة هذا هو الأصل وأما بقية الجملة وهي التي تسمى القرينة لأن الجملة التي يقع فيها السجع تسمى قرينة بكاملها أقول أما بقية الكلمات فلا تعلق للسجع بها إلا من جهة نوع السجع هل هو مطرف أو مصرع أو إلى آخره لا نريد أن ندخل في تفصيل موضوع السجع لأن هدفنا هو الإشارة الإشارة إلى أن السجع من المحسنات البديعية التي كثر استخدام الناس لها منذ قرون ماضية وليس في العصر الحديث فصارت مثالا على التكلف في الكلام وعلى التقعر فيه بمعنى أن المرء المتكلم الذي يأتي بالسجع صار السجع غاية عنده صار السجع غاية عنده يعني الهدف من كلامه هو السجع وليس أن يوصل المعنى الذي يريد ولهذا قال العلماء إن السجع نوعان سجع محمود وممدوح وسجع مذموم السجع الممدوح هو الذي يأتي طوعا بلا تكلف ويخدم المعنى وأما السجع المذموم فهو الذي يأتي متكلفا ويأتي هدفا فالمعنى يتبع اللفظ وليس العكس هذا يكون مذموما وكان سجع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أتى بالسجع في حديثه وبيانه إلا أن سجعه كان من النوع المحمود الممدوح الذي كانت الألفاظ فيه تتبع المعاني وليس العكس فهذه هي القاعدة في السجع إذا أردت سجعك محمودا فينبغي أن يأتي تابعا للمعنى وليس متبوعا وليس متبوعا بالمعنى وهذا تحدث عنه العلماء قديما من القرون المتقدمة حتى قبل أن تتحدد البلاغة لأن السجع معروف من القديم وكما نرى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وردت الإشارة إلى السجع بمعناها المصطلحي المعروف في البلاغة فأبو هلال العسكري يقول عن السجع إنك متى جاء غير متكلف فإنك لا تجد في صنوف الكلام ما هو أحسن منه يقول إذا لم يأتي السجع متكلفا فإنك لا تجد في صنوف الكلام ما هو أحسن منه وعبد القاهر الجرجاني كذلك أشار إلى أنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا إلا كان تابعا للمعنى إلا كان تابعا للمعنى حتى إنك لا تجد عنه بدلا ولا تستطيع عنه حولا يعني لا تستطيع المعنى يحتاج إلى هذا السجع يحتاج إلى هذه الكلمة بالذات حتى يؤدي المعنى الذي يريده البليغ في كلامه حتى قال وأنت إذا تتبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته من هذا النوع فلا تكاد تستطيع أن تبدل كلمة جاءت في حديث نبوي وفيها سجع بكلمة أخرى وإنما تجد كل كلمة قد جاءت مؤدية للمعنى المراد تحديدا وسنقف إن شاء الله عند أمثلة عديدة حول السجع وبقية المحسنات إلى التأثير على السامع بألفاظ وأوزان تخلب لب السامع ولكنه لن يجد فيها غناء إن عاد النظر فيها كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اختتلت مرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندية جنينها غرة فقال حمل بن نابغة الهذر يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع وفي رواية أخرى أسجع كسجع الأعراب هذا الحديث واضح في النهي المباشر عن السجع لكنه ليس نهي المطلق وهناك قاعدة في اللغة تقول إن النهي أو النفي إذا دخل على المقيد فإنه يتجه إلى القيد فمثلا إذا قلت لن أزورك أو لن آتيك ماشيا فهل أنت تنفي الإتيان بالمطلق وإنما تنفي أن تأتيه ماشيا لكنك تثبت من وجه آخر مجيئك راكبا أو محمولا إلى غير ذلك فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال حمل أن أغرم من لا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل يعني يهدر دمه حين أتى بهذا السجع أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفهام هنا للإنكار الاستفهام في الحديث للإنكار أسجع كسجع الأعراب فالاستفهام هنا ليس المراد منه الاستفهام الحقيقي وإنما المراد منه الإنكار الاستفهام الإنكاري فيتوجه الإنكار إلى كون السجع كسجع الأعراب أما السجع بصفة عامة فليس في هذا النص ما يمنع منه أو يحذر منه أسجع كسجع الأعراب لماذا؟ لأن هذا القائل أراد أن يخلب لب السامع أراد أن يشغل السامع بهذه الألفاظ الرنانة حتى ينشغل عن المقصود المطلوب في الكلام فيغفل عن شيء مهم من أجزاء الكلام فيحصل التدليس أو يحصل الخطأ أو يحصل الغش بالنسبة للكهان والكذب على الناس والدجل قال النووي فقال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله والثاني أنه متكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما استجع الذي كان النبي صلى الله عليه في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهي فيه بل هو حسن ويؤيد ما ذكرنا من تجعه والمذموم وقال ابن حجر محل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجما لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجما وهو في حق أو مباح فلا كراها بل ربما كان في بعضه ما يستحب هنا يبين العلماء المقصود من السجع المذموم وهؤلاء إن كنا قبل قليل تحدثنا عن علماء اللغة كأبي هلال وعبد القاهر الجرجاني وهما يشيران إلى المضمون نفسه الذي يشير إليه كل من النووي وابن حجر رحمهم الله فإن المقصود هنا أن حتى علماء الشرع أدركوا مثل هذه الدلالة وعرفوا أن السجع إنما كان مذموما أو يكون مذموما حين يكون متكلفا يراد به إحقاق باطل أو إبطال حق فمتى ما جاء السجع وقد اتصف بهاتين الصفتين فهو سجع مذموم ولا ريب إذن السامع أو المتكلم عفوا يريد أن يطمس الحق بمثل هذه الألفاظ يريد أن يؤثر على السامع لكن التأثير على السامع الإنسان البليغ يستطيع أن يؤثر على السامع بالمنطق الصحيح وبالمنطق الجميل لكنه أو لكن الساجع من هذا النوع لأنه يريد أن يبطل الحق كما قلنا أو يحق الباطل فهو يلجأ إلى مثل هذه الأساليب وهكذا كان الكهان والسحرة والمشاوذون يضللون الناس بمثل هذه الأساليب فكانوا كثيرا ما يلجأون إلى عبارات مسجوعة يحملونها معاني غيبية لينشغل السامع بألفاظها الرنانة أما تحمله من كذب وينخدع بما يقولون وهذا كمثل قول الكاهن سطيح أقسم بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش وقول الآخر وهو شق أقسم بما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان فليغربن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران وقد كذبا فلم يملك الحبش ولا السودان ما زعم هذه الخاتمة تكفي وقد مرت عشرات القرون بعد قولهما فلم يحصل ما زعم فإذن المقصود أن سجع الكهان كان يتصف بهذه الصفة يحاول الكاهن أن يشغل الناس أو يشغل المستمع عن الكذب الموجود أو عن مضمون كلامه بمثل هذه الألفاظ إذن سجع الكهان المذموم الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم وذمته البلاغة بعده هو السجع الذي يتصف بأربع صفات أولا المعنى يتبع اللفظ المعنى يتبع اللفظ فالساجع على جنس سجع الكهان إنما يسجع من أجل السجع ذاته كما قلنا فالمعنى يتبع اللفظ والمفروض أن يتبع اللفظ المعنى لأن المعنى هو الأساس في الكلام والصفة الثانية في سجع الكهان الغموض في العبارة الغموض في العبارة لماذا؟ لأن العبارة إذا كانت غامضة جعلت للكاهن مجالاً أو جعلت للسامع مجالاً أن يؤول في كلام هذا الكاهن ربما يقصد كذا ربما يقصد كذا ربما يقصد كذا فإذا جاءت الاحتمالات زادت احتمالات أن يصدق شيء من مضمون هذه الجمل فلهذا يلجأون إلى الغموض في العبارات الصفة الثالثة لسجع الكهان هي كثرة الكلمات الغريبة كثرة الكلمات الغريبة طبعاً أنا ذكرت هنا مثالين هما من أوضح الأمثلة لأني لم أشاء أن أثقل على أسماعكم بكلام غير مفيد وبشواهد غير مفيدة لكن كثير من سجع الكهان تحتاج فعلاً إلى التنقير في كتب اللغة حتى تعرف معنى الكلمات الواردة فيه الصفة الرابعة من صفات سجع الكهان أنها أو أن سجع الكهان يتميز بالألفاظ الرنانة لها صوت ولها إيقاع وكما قلنا إن الصوت يؤثر على المستمع والكاهن إنما يريد أن يؤثر على المستمع بشتى الطرق وهذا مرة أخرى خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان سجعه بل إنك إذا تأملت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تجد السجع إلا في موضوعات واضحة بينة ظاهرة فلا تجد الموضوعات فلا تجد الحديث النبوي كله مبنياً على السجع وإنما تجد السجع في موضوعات معينة وفي أحاديث في الغالب قصيرة وتجد أن الكلمات فيه واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى بيان وبن عباس رضي الله عنهما كان مما أرشد الناس إليه أن أرشدهم إلى تجنب السجع في الدعاء إلى تجنب السجع في الدعاء والمقصود من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس السجع مطلقاً في الدعاء لأنه وردت أدعية اتصفت بالسجع ولكن المقصود حين ينشغل الداعي بمحاولة استجلاب كلمات تتم له السجع فينشغل في دعائه وفي الدعاء يحتاج المرء إلى أن يكون حاضر القلب خاشعاً حتى يدعو الله بقلب منيب ولهذا كانت محاولة استجلاب السجع هي صد عن استشعار معاني الدعاء واستشعار عظمة الدعاء وهذا يا إخوة يحدث كثيراً نسمع كثيراً من الناس مثلاً يدعون سواء في صلوات التراويح أو في غيرها فتجد أنهم يختمون الدعاء بما لا يناسب قد يكون جائزاً لكني أقصد أنه لا يناسب المعنى الذي جاء الدعاء به وإنما فقط جرهم إلى هذا مسألة السجع هذا من السجع المذموم ولا ريب شرعاً وبلاغة بل قد يقع في محذور شرعي حين يدعو باسم لله عز وجل لم يثبت كأن يقول يا حنان مثلاً وهذا لم يثبت من أسماء الله وصفاته لكن فقط يأتي به من أجل أن يكتمل السجع في جمل الدعاء فهذا هو معنى تحذير ابن عباس رضي الله عنهما من السجع فرق شاسع ظاهر بين كلام خدمته المحسنات وزادته حسنا وقامت فيه بوظيفتها الأصلية وبين كلام تراه مغموساً في التكلفات السجعية والألفاظ التزينية والتضاريس الكلامية النابية عن الذوق إلى درجة أن من يقرأ أو يسمع شيئاً منه يكاد يذهل عن المعنى المراد إبلاغه يشغل عنه بالصنعة الكلامية التي تعرف بنفسها وتجذب السامعة أو القارئة إليها تحدثنا عن هذا إذن هناك فرق يجب أن نعرف قبل أن نتحدث في المحسنات البديعية وفي السجع أن هناك فرقاً بين المحسن الممدوح والمحسن المذموم ونحن حين نشير إلى السجع فلأنه أكثر أشكال المحسنات البديعية وروداً أو لأنه أكثرها شهرة فلا يكاد أحد من الناس إلا ويعرف السجع لكن لو سألت الناس عن الجناس عن الطباق عن المقابلة لربما لا تجد إلا طائفة قليلة يعرفون مثل هذه المحسنات فالحديث فقط عن السجع بوصفه مثالاً للمحسنات البديعية وسنأتي الآن لعدد من الأحاديث النبوية لنحللها ونتأمل فيها وننظر كيف جاءت المحسنات البديعية فيها خادمة للمعنى تابعة له الحديث الأول ولتدرك ذلك اقرأ قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فلا تريد في السجع استكراها ولا في الكلمات تشتتاً وإغماضا وإذا تأملت وجه اختيار هذه المحرمات والمكرهات وتسلسلها وتقابلها أدركت أن اختيارها لم يأتي إلا بقصد إليها هذا حديث عظيم بما يحمله من معاني وهو أيضاً شاهد لنا في هذا الباب تأملوا أنه جمع بين المحرمات والمكروهات أولاً وهذا نوع من المقابلة في المعاني فذكر ثلاثة محرمات وذكر ثلاثة مكروهات وفي هذا إشارة إلى أن درجات السوء متفاوتة فليست كلها بمستوى واحد هناك ما يبلغ درجة التحريم وهناك ما يكون أقل من هذا حين يكون مكروهة ثم لنقف عند ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث السجع في الجزء الأول في جزء المحرمات قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عواهات فلاحظوا أولاً الترتيب ترتيب هذه المحرمات عقوق الأمهات والأم حقها أعظم من حق الأب ولهذا ذكرت وذكر عقوقها يستلزم عقوق الآباء فبدأ بها لأن عقوق الوالدين هو من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر ثم قال ووأد البنات للتذكير بأن هذه البنت التي توأد هي التي ستكون أماً أو للتذكير نقلبها للتذكير بأن هذه الأم التي نهانا عن عقوقها كانت بنتاً فكيف يئدها العاقل ثم قال ومن عواهات منع أي منع الحق وهات أخذ الباطل أو أخذ غير الحق وهذا له علاقة بدرجة كبيرة في الأمور الدنيوية للتذكير جاء بعد ذكر عقوق الأمهات ووأد البنات لأن المرأة غالباً لا يقع في عقوق الأمهات ووأد البنات إلا من أجل تعلقه بالحياة الدنيا فهو منشغل بحياته منشغل بمعاشه منشغل بوظيفته حتى صار عاقاً لأمه أو عاقاً لأبيه وهو يائد البنت خوفاً من الفقر فجاء ومنع وهات ثم قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أولاً قيل وقال تدل على كثرة الكلام تدل على كثرة الكلام من غير فائدة ألاحظ الجمع بين صيغتي التضعيف والمباشرة ولا أقول التقوية قيل وقال فنحن نعلم أن قيل تستخدم للتضعيف إذا قلت قيل كذا فمعناه أنك لست متأكداً من هذا القول فكره لنا قيل وقال بمجملهما باجتماعهما يعنيان كثرة الكلام من غير فائدة وبتفصيلهما الكلام المشكوك فيه المتعلق بالشائعات وأصبحنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نرى كثيراً ونسمع كثيراً من الشائعات حتى إنك قد تتعرف على شخصية المرء من كثرة ما يبثه من شائعات لا يتوقف لا ينتظر لا يتريث جاءه خبر بثه وقد يحصل من هذا مفاسد عظيمة وقال أيضاً إن لم يكن في الكلام فائدة فلا داعي فيه أو فلا داعي له قيل وقال وكثرة السؤال يعني الإلحاح الإلحاح في المسألة أو كثرة السؤال في أشياء لا تستحق السؤال ولا تستدعي السؤال ثم قال وإضاعة المال الذي يريد أن أقف عنده أيضاً ترتيب هذه المكروهات قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال المجتمع الذي يكثر فيه أو تكثر فيه الشائعات ويكثر عند أفراده الكلام الفارغ وتنتشر فيه الأخبار المغرضة هذا مجتمع بطالة هذا مجتمع بطالة لأن الناس كأنهم جالسون ليس لهم عمل ولا هم إلا أن يلوكوا هذه الأخبار وإذا حصل في المجتمع هذا الأمر ما الذي يحصل للمال يضيع يصبح المر مشغولاً بهذه الأخبار وبهذا الكلام عما هو أهم وما هو أجدر وما هو أولى بالاهتمام وهو عمله ولهذا ينبغي على المسلم وهذه رسالة أيضاً تحملها ترتيب هذه المكروهات ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون عمله معرفاً به لا أن يكون كلامه معرفاً به فلا يكثر من الكلام عن نفسه وإنما إن كان موظفاً فليظهر من أخلاقه في وظيفته أي أن كانت هذه الوظيفة صغيرة كانت أو كبيرة فليظهر من أخلاقه في وظيفته وأمانته وحرصه وحسن تعامله ما يكشف عن الجانب الحسني في شخصيته وخلقه وتعمل بعد ذلك ومعه جمال قوله عليه السلام وما فيه من سلاسة تأخذ بمجامع القلوب ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وقوله في دعاء وابتهال خاشع جامع اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع نعم ما الفرق بين ولتذكر ولتذكر نعم ولتذكر بسكون اللام هذه أمر فيجزم الفعل معها ولتذكر بكسرها هذه للتعليل فلو جئنا للحديث الأول ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاء لاحظ أيضا أنه بدأ بأشرف ما في جسم الإنسان فبدأ بالرأس ثم نزل للبطن ثم نزل إلى الأرض لأنه كأنه استكمل مراحل الإنسان أو كأنه استكمل أجزاء الإنسان حتى وصل إلى الموت فإذا وصل إلى الموت تكون بدأت مراحل الآخرة فجاء الترتيب منسجما مع مع هذا مع هذه الألفاظ في الحديث النبوي فإذن جاءت الألفاظ خادمة لهذه الصورة خادمة لهذا المعنى وكذلك أعوذ بك من قلب لا يخشع هنا دعاء جاء السجع فيه تأكيدا لما قلنا قبل قليل من أن السجع إذا جاء غير متكلف في الدعاء فإنه يصبح محمودا ممدوحا أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء إلى أربع بل إن في الحديث دليلا على ما قلناه من أن السجع في الدعاء يكون مذموما لأنه يصرف المرأ عن الخشوع أين وجه الاستشهاد بهذا في الحديث لا في البداية ها نحن في حديث أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من قلب لا يخشع متى قال قلب لا يخشع أول شيء قال أعوذ بك من قلب لا يخشع إذن خشوع القلب هو الأصل في الدعاء هو الأساس هو الذي ينبغي أن تستحضره وأن تحرص عليه حين تدعو فالمرء حين يدعو يريد أن يجاب دعاؤه فلا بد أن يكون قلبه خاشعاً فإذا كان خاشعاً موقناً مؤمناً فإن الله عز وجل كريم حيي يستحي أن يرد عبده سبحانه وتعالى فإذا دعوت بقلب خاشع سمع دعاؤك أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع نفس لا تشبع بمعنى أنها منهمك في الدنيا كل حين تحوز شيئاً تطمع بشيء آخر وابن آدم لو كان له واديان لتمنى الثالث فقلب لا يخشع ونفس لا تشبع قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع معنى هذا أن المرء أصبح بعيداً عن الله فليس لديه قلب خاشع منيب رقيق ولذلك دعاؤه لا يسمع لا يجاب فانقطعت صلته بالله فصار نهماً في طلب الدنيا شرهاً مشغولاً بها ثم قال ومن علم لا ينفع لأنه إن انشغل في الدنيا انشغل في العلم الذي لا ينفعه وقد ينشغل في ترهات الأشياء في توافه الأمور لماذا؟ لأن لأنه أو لأن قلبه صار مغموساً بحب الدنيا فإذن جاء السجع هنا بترتيب معاني مقصودة ومن هذا النوع ما يتجاوز السجع ليجمع بينهم وبين محسنات أخرى من غير أن يظهر على الكف في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وفي رواية إن الرفق لا يخالط شيئاً إلا زانهم ولا يفارق شيئاً إلا شانه فجمع بين السجع والطباق في زانه وشانه والطباق في يكون وينزع أو في يخالط ويفارق فضلاً عن المقابلة بين الجملتين لا يخالط شيئاً إلا زانه ولا يفارق شيئاً إلا شانه وهذا مما زاد الكلام حسناً وبهاء والمعنى بياناً وجلاء نعم لاحظ هذا الحديث أقل من سطر لكن ما فيه من المحسنات البديعية زادت المعنى مضوحا وجعلت المعنى كأنه صورة يراها المر فيدرك أبعاد المعنى المقصود في الحديث النبوي الطباق المقصود به المتضادات الجمع بين كلمتين متضادتين وهناك نوع من الطباق المقابلة هي في الواقع هناك من يجعلها مستقلة وهي كذلك وإن كانت من حيث المعنى العام هي جمع بين المتضادات لكن على مستوى الجمل وعلى مستوى المعاني فتجد أن جملة تقابلها جملة أخرى وهذه الجملة عكس معنى الجملة الأخرى فلاحظ التضاد أولا أو لاحظ الطباق أولا في هذا الحديث الرفق لا يكون ولا ينزع لا يكون بمعنى لا يحصل ولا ينزع بمعنى لا يزال فإذن يكون وينزع هنا كلمتان متضادتان بينهما إذن طباق زانه وشانه فزانه أيضا يقابلها شانه فبينهما طباق المقابلة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يكون في شيء ولا ينزع من شيء إلا شانه فالجملة الأولى تقابل الجملة الثانية مقابلة تامة في كل جزء من أجزائها هذا فضلا عن السجع الموجود زانه وشانه وحتى في الرواية الثانية زانه وشانه هنا لو تأملت المقابلة بين هذين النوعين يجعلك تستحضر كثيرا من الصور التي لو جاء غير البليغ ليعبر عنها لعبر عنها بكلام كثير بل لربما لو قلت إن من يسمع هذا الحديث سيستحضر صورة لرجل يعرفه يكثر عنده الرفق أو لرجل يكثر عنده العنف والشدة فمجرد ذكر هذه المقابلة بين المعنيين أو بين الجملتين توحي للنفس بالتضاد تجعلك تضع الصورتين متقابلتين ثم تقارن بينهما ثم تختار لنفسك أنت عاقل اختر هل تختار هذه الصورة أم تختار هذه الصورة وهذه فائدة المقابلة لأنه كما يقال بضدها تتميز الأشياء فالمعنى الأول قد لا يتبين إلا بالمعنى الثاني أو المعنى لا يتبين إلا بالمعنى المضاد له فيستطيع المر أن يميز بين هذا وذاك ولعلنا نأتي إلى أمثلة أخرى نعم وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام تجد المحسنات قد وقعت من القلب موقعها وآتت أكلها صحيح والمحسنات في هذا الحديث كثيرة وعديدة ليست فقط السجع كما يتنبه له أكثر الناس فينتبهون كما قلت للسجع لأنه هو المشهور لكنهم يغفلون عن المحسنات الأخرى التي لها أثر مهم في أداء المعنى وفي إيصال المعنى لاحظ ابتداءاً الجناس بين والجناس المقصود به تشابه اللفظتين أو تشابه الكلمتين في اللفظ وافتراقهما في المعنى تشابه الكلمتين في اللفظ وافتراقهما في المعنى فلاحظ أنه بدأ الحديث بقوله أفش السلام وختم الحديث بماذا؟ بسلام فالبدء بالسلام والختام بالسلام والسلام هناك تعني شيئاً مختلفاً عن السلام هنا والسلام هناك في الدنيا والسلام في النهاية في الآخرة هذا يجعلك تعيش في جو من السلام والأمان والراحة والاطمئنان وهذا مراد في هذا الحديث الذي يريد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدلنا على جوانب مهمة في أخلاق المسلم في أخلاق المسلم تشيع هذه الروح وتشيع هذه المودة وتشيع هذه الراحة ثم تأملوا أيضاً الجناس أو دعونا نبدأ من أول الحديث أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام هذه ثلاث دوائر إن صحت العبارة كل دائرة أو الدائرة الأولى أكبر من الدائرة الثانية والدائرة الثانية أكبر من الدائرة الثالثة أيها الناس أفش السلام إفشاء السلام يتعلق بالدائرة الأكبر والأوسع كيف من جهة أنها من جهة أنها تعم الجميع فالمسلم يسلم على المسلم صغيراً كان أو كبيراً غنياً أو فقيراً قريباً أو بعيداً وهكذا فهي تعم كل المجتمع المسلم طيب وأطعم الطعام تخص فئة منه تخص الفقير الجار القريب فتؤمر بالإحسان إليه من هذا الباب من باب طعام الطعام إذن الدائرة جاءت أخص ثم جاءت الدائرة الثالثة أخص من الاثنتين قبلها فقال وصيل الأرحام هنا أصبحت الدائرة مختصة بفئة من فئات المجتمع وهي الأقارب فئة ذوي الأرحام ثم قال وصلوا بالليل والناس نيام انتقلنا إلى دائرة أضيق وهي دائرة المرء نفسه فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الألفاظ المتتابعة كأنه يقول لنا إذا أحسنتم التعامل مع المجتمع كله ثم قمتم بما ينبغي عليكم جهتاء الأقربين على اختلاف مستوياتهم عليكم ألا تنسوا حظكم من الدنيا أو عليك أيها المسلم ألا تنس حظك من الدنيا فكما أنك قمت بواجبك تجاه المجتمع وتجاه أفراده فعليك كذلك أن تتفرغ لنفسك وأن يكون لك حزبك ولك وردك وأن تؤدي حق الله عليك وأن لا تنس نصيبك من الآخرة ثم قال تدخل الجنة بسلام أيضا وصلوا بالليل والناس نيام يوحي بأن المرأة الذي يقوم بهذه الفضائل فيفشي السلام ويحسن التعامل ويؤدي الواجبات ويعرف للأرحام حقهم هو الذي يعينه الله عز وجل على القيام بحقه وعلى القيام بالنوافل وعلى قيام الليل لأنه وقف بين يدي ربه بينما كان غيره نائمين والناس نيام إذن السجع هنا جاء مرتبا لهذه المعاني ثم قال تدخل الجنة بسلام ليس فقط دخول للجنة وإنما لأن الجزاء من جنس العمل فكما أنكم أشعتم هذا الأمان والاطمئنان الذي شعرتم به في بيوتكم حتى إنكم استطعتم أن تناموا جزءا من الليل وأن تقوموا جزءا لأن الخائف المترقب قد لا يجد فرصة للنوم وقد لا يجد فرصة للعبادة وقد لا يجد فرصة لقيام الليل لكنكم لما أمن الناس شركم وأحسنتم وأديتم خيركم أعانكم الله على القيام بحقكم وأدخلكم الجنة بسلام رأيتم؟ كذلك لو تأملنا صلوا وصلوا صلوا الأرحام وصلوا بالليل هنا جناس الكلمتان متشابهتان في اللفظ لكن المعنى مختلف صلوا الأرحام وصلوا صلوا الأرحام تدل على علاقة مع الناس وصل بين الناس وصلوا صلة بين المرء وربه عز وجل إذن اكتملت بهاتين الكلمتين أعظم صلتين يمكن أن يقوم بهما الإنسان أعظم صلة هي صلته بخالقه ثم يتبعها أن يقوم بحق المخلوقين فجاءت الكلمتان بما حملتاه من جناس للدلالة على هذا المعنى اللطيف لعلنا نأخذ المزيد من الأمثلة ما دمنا أمامنا متسع من الوقت ولعلكم تتحملون اليوم بعض الزيادة في الوقت لو أخذنا حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هنا ما في سجع لكن فيه جناسا الحديث فيه جناس لاحظوا بماذا بدأ الحديث المسلم من سلم المسلمون المسلم وسلم والمسلمون هذه ثلاث كلمات وردت في أول الحديث بينها جناس جناس ناقص لأنه لم تتفق الكلمتان تماما في اللفظ بل تشابهت لم تتفق الكلمات في اللفظ بل تشابهت وفي هذه الكلمات الثلاثة المتتالية ما يدل على أصل تسمية المسلم وأن في تسمية المسلم بهذه التسمية إشارة إلى أنها من السلم والسلامة فقلبت الكلمة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة بصور الاسم المفرد والاسم الجامع والفعل ثم أيضا يدل على أن المسلم جزء من منظومة المسلمين المسلم والمسلمون فإذن المسلم ينبغي أن يتذكر دائما أن عليه ألا يخرق في السفينة خرقا كما جاء في الحديث الآخر لأنه وإن كان شخصا فردا إلا أنه ينبغي أن يتذكر أنه ضمن هذا الإطار العام ثم المهاجر وهجر المهاجر وهجر وهذا يدل على حقيقة الهجرة وأنها مرتبطة بالهجر ما يدل عليه الفعل وليس الأمر متعلقا فقط بالمكان والزمان الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هاجر إلى المدينة حتى يقيم الدين وحتى ينشر الرسالة فإذن الهجر لا يرتبط أو عفوا هو يرتبط لكن لا يكون متعلقا فقط في المكان والزمان حديث آخر الناس معادن الناس معادن أولا مجردا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الناس معادن هذه فيها من التشويق الشيء الكثير أن يشبهنا بالمعادن وهي أغلى شيء في هذه الدنيا فهذا يكفي للتشويق فما بالكم أنه قال الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف لاحظ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام مزيد من الترغيب بأن نفوسهم خيارهم في الجاهلية بأن بذرة الخير غالبة فيهم وهذا نوع من الجذب للمدعو وهذا يرمي وهذا يذود وهذا يحرس ثم قال ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف والواقع والواقع أن الطباق في هذا الحديث هو أكثر المحسنات أثراً في المعنى لاحظ الجاهلية والإسلام التعارف والتناكر الائتلاف والاختلاف سطرين فقط وتأتي هذه النماذج للطباق ثم تذكر أنه يتحدث عن اختلاف الناس فالناس معادن مختلفون فإذن الطباق الذي يجمع فيه بين الكلمتين المتضادتين يخدم هذا المعنى الذي يريد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أن يبين اختلاف الناس فإذن هذا المحسن البديعي لم يأتي عبثا وإنما أتى ليخدم المعنى بل ستجد أيضاً المقابلة في الحديث ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فهذا معنى وهذا معنى آخر والمقابلة كما قلت هي من المحسنات البديعية اللطيفة جداً التي تقابل فيها بين المعاني فتظهرها من أمثلة ذلك الحديث الذي مر بنا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون هنا مقابلة من أحاسنكم هنا أو أحبكم إلي وهنا قال أبغضكم إلي هنا قال أقربكم مني مجلساً وهنا قال أبعدكم مني مجلساً وبالتالي حين نأتي للجزء الثالث نفهم منه أن يقابل حسن الأخلاق يقابلها الثرثرة والتشدق والتفيهق فيكون هذا موصلاً للمعنى المراد إذن بصورة عامة المحسنات البديعية تكون محمودة إذا جاءت خادمة للمعنى تابعة له ولهذا انقسم البلاغيون إلى طائفتين طائفة ترى أن علم البديع ليس من أصول البلاغة وليس مما يراعى فيه مقتضى الحال فالسكاكي والخطيب القزويني وأصحاب مدرستهما كانوا يرون أن علوم البلاغة هي المعاني المختصة بالتراكيب والبيان المختصة بالصور وأن البديع هو محسنات يلجأ إليها لتحسين الكلام تزيينه فقط وقد تكون هذه فكرة شائعة عند الناس لكن مذهب عبدالقاهر الجرجاني السابق لهم ومذهب الجمهور من البلاغيين بعد مدرسة السكاكي يرون أن البديع علم قائم بذاته وأن ما جاء منه في القرآن والسنة إنما جاء ليخدم المعنى قد يحتاج إلى مزيد تأمل قد يحتاج إلى مزيد نظر لكنه لا يكون مجرد تحسين ومجرد تزيين شكلي يمكن الاستغناء عنه ولهذا لا تجد لفظا في القرآن أو لفظا في هذه الأحاديث يمكن أن نستغني عنه ونقول إن المحسن البديعي فيه جاء متكلفا وختاما فإن في الناس دعاة ومربين وآباء ومعلمين وخطباء وموجهين والجميع بحاجة إلى معرفة السبيل الأنجع لفن القول والطريق الأقوم لتقديم البيان ليكون أثرهم في مجتمعهم أشد وأظهر وليكون قبولهم فيه أوضح وأكبر فليكن تأسيهم إذن بمن هو في هذا الباب إمام بلاغة وأدبا وخلقا وخلقا ودعوة وعملا وعلى الجميع أن يعي أن اللغة وسيلة ينفذ من خلالها المتكلم إلى نياط القلب وشغافه وأنه لن يملك التأثير إلا من ملك ناصية القول وأسباب حسنه ولهذا تدرس البلاغة وتحصل علومها فعلومها علوم متداولة والحاجة إليها قائمة ما بقي الناس وتفاهموا وتحادثوا وتواصلوا والله وحده المستعان وعليه التكلان نعم هذا يوجز فائدة البلاغة والهدف الذي تدرس البلاغة من أجله فيكم مدرسون ومعلمون ومربون وآباء وموجهون وخطباء وهؤلاء بحاجة إلى استثمار فن القول وإلى استثمار البلاغة وإلى حسن أداء المعاني والبلاغة فن جميل ينبغي أن يربينا لا على مجرد اللفظ الجميل وإنما على الأخلاق الجميلة أيضا لأن المرأة حين يكون حريصا على اختيار ألفاظه وكلماته وعباراته فإنه في الغالب يكون بعيدا عن الزلل وعن الخطأ الذي يمكن أن يؤثر في الناس أو في المستمعين تأثيرا سلبية وهذا هو ما نطمع ونطمح إلى أن تكون البلاغة مؤدية له وهو ما دعاني إلى التقديم بهذه المقدمة للبلاغة في أول درس يُعقد في رحاب البيت العتيقي خاصا بالبلاغة في ختام هذا الدرس الشكر لله عز وجل على ما يسر وتفضل حتى أتممنا هذا الدرس مع ما ورد من عوارض كادت أن تحول دون إتمامه فلله الحمد أولا وآخرا ثم الشكر للمسؤولين لمعالي الرئيس العام والمسؤولين في إدارة التوجيه والإرشاد لا أريد أن أسمي أحدا فأنسى أحدا لكن الله يذكرهم وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم على ما بذلوا وقدموا خير الجزاء ثم الشكر لكم أنتم أيها الحاضرون هنا والحاضرات من الطالبات على حسن الإصغاء وعلى الاهتمام وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قدمناه نفعا وبركة وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين